أنا اسمي مونيرا الصلاح أنا أصلي لبنانية وأمي سورية ولدت ببيروت وربيت فيها وحالياً أنا عايشة بين هولندا ولبنان عمالة الفنية مرتبطة بالحياة اللي بعيشها بالأشياء اللي عشناها بلبنان قيام الحرب بس كمان من بعد الحرب وبالأخص حالياً بالأمور اللي عم بتصير إذا بدك بسورية وبلبنان وبالمنطقة وبنفس الوقت بشتغل كتير باللغة العربية وبتفكيك الحروف أو محاولة تفهم المعاني وراء الحروف إذا بدك واللعب على الكلام من هالناحية بنفس الوقت فن هو نقد اجتماعي هو نظرة للنفس هي إذا بدك محاولة لنحلم بمستقبل أحسن ونفكر كمان بكل الأمور اللي عم بتصير حوالينا إذا كان هي التقص إذا كان هي حقوق المرأة إذا كان هي من ناحية الحروب اللي عم نعيشها كل يوم الفن اليوم هو بيحكي بطريقة خلاقة عن هالموضوع بدون ما يكون واحد هيك واقف وعم بعلم الناس شو لازم يعملوا ويفكروا هيدا الشي المهم بالفن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر